فيه دراسة مهمة للغاية قام بها مركز ترينز للبحوث والاستشارات هذا المركز صلت الضوء على تحرك تنظيم الإخوان الإرهابي داخل القارة الأوروبية الدراسة بتقول إن فيه استراتيجية للتغلغل داخل مفاصل الدول الأوروبية وأدوات التمويل يعني الدراسة بتقول كيف يتحرك الإخوان ويتغلغل داخل مفاصل الدول الأوروبية ومن أين للإخوان بمصادر التمويل المختلفة عن طريق غسل الأموال والتبرعات التي لا يمكن تتبعها بشكل ميسر وإجراءات المواجهة هذه الدراسة زي ما حدوك شايفين خطر جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا هذه الدراسة جديرة إن احنا نسلط الضوء عليها وهتناولها إن شاء الله بشيء من التفصيل خلال الحلقات القادمة لكن هذه الدراسة أنا أقدمها من هنا لدول الاتحاد الأوروبي ولمؤتمر ميونخ للأمن مؤتمر ميونخ للأمن المعني بيه تغلغوا الإرهاب داخل الدول الأوروبية وتداعياته واستشراف مستقبل أوروبا مع وجود الجيل الثالث والرابع من العناصر الإخوانية التي وصلت إلى مرحلة تكويد لتوجودها كودت توجودها داخل أوروبا من خلال الدخول والانغماس في منظمات حقوقية حقوق إنسان منظمات إنسانية جمعيات مجتمع مدني محاولة الانغماس وتغيير الشكل والجلد الخارجي والانغماس والذوابان داخل القارة الأوروبية والحديث باللغة الأوروبية الجيل الثالث والرابع الإخوان بيعتمدوا عليهم بشكل ربما مفهوم وواضح لنا كباحثين ومراقبين لكن ربما هذا بيدخل إلى جهزة الأمنية الأوروبية بشكل مغاير لما يدخل علينا يعني أنا بنفهمه بشكل هم بنفهمه بشكل تاني هذه الدراسة بمثابة بوصلة يجب أن يهتدي بيها متخذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي